اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة طيب طيب ماشي انا هكلمك بعدين السلام رضي يا نانسي رضي رضي يا بنتي علي جورج يا بنتي ما بترديش ليه يرد علي الله يخليكي يا جورج السن يا السيسي مش وقته انت بتكلمها والموبايل بتاعها في ايدي اه نسيته يا اتن بصي شريف 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 اللم اشتركوا في القناة موسيقى 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 يالله عالبوا المكان ايه ده؟ انتوا مين وعايزين ايه؟ بقولك ايه؟ ما شكتيش واحد معدي في الصلاة كده؟ اسمه ادم امين عبدالحي انا ما عرفش حد بالاسم ده حضرتك بتكلم عن مين؟ موسيقى موسيقى انا قلت انا ما عرفش انا ما عرفش ده مين اصلا موسيقى 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 كنت عارف كنت عارف انه مفيش حد فوق يالله يالله واحد تتحفزلي عليها ما تغيبش عن هناك يالله بقى ما تعرفيش هو فينا موسيقى 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 ادم موسيقى 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 انا عارف انكينة عادة سلم نفسك احسن لك الحكاية خلصت خلاص يا ابني ما تصعبهاش عليك وعلينا انا مش فهمك على فكه مش فهمك ايه الفايدة من هروبك ده يعني هتستفيد ايه ولا اي حاجة الفايدة فقينك تسلم نفسك عالقل هتتحكم وتخلص يا اخي اللي انت عامله في نفسك ده ايه اخيته يعني هتعيش طول عمرك هربار طول عمرك يا غبي اسمع كلامي ما انت كنت في تجري قدامي دلوقتي كان ممكن بطلقة واحدة نشك يجيبك الارض بس انا ما عملتش كده وانا ممكن امويتك دلوقتي بس انا مش هعمل كده بس انا مش هعمل كده بس انا مش هعمل كده مش كنت هدفع عن نفسك مش كنت هدفع عن نفسك رح انا عملت كده دفعت عن نفسي يا الرجل كان هعمل قوتني كان لازم هدفع عن نفسي ولا انا مش من حق دفع عن نفسي عشان انا سواق في اسبق بص يا ادم بص انت يا ماشي انا عملت الصح ودفعت عن عن نفسي ايه العرف كده ما هم دول الكلمتين يا غبي ايه اللي انا عاوزك تقولهم بس مش ليه انا عاوزك تقولهم لعاضي تقولهم لمحكمة عشان نعرف عشان نعرف ندفع عنك لكن لما تقولك كلمتين دولي انا وفي المكان ده ملهمش اي لازمة الكلام ده يا باشا مش هنا الكلام ده ممكن يحصل في البلاد برا نعم هنا المحكمة ما بتسمعش غير الكلام اللي انتو عايزين تقولهم سلم نفسك انا سلم نفسك وانا بوعيدك ان الكلام اللي انت هتقوله هو الكلام اللي انا هقوله وهو اللي هتاخد بي المحكمة صدقني بس اسلم نفسك سلم نفسك انسك انسك يلاي ادم مش حسلم نفسه اه مش حسلم نفس MER يبقى حضرابك بالنار يا عادم اضرب ماشي انا مبحصرش يا عادم حضرابك بالنار بجد خذني جوس انا ما قسم عن بلال عظيمة مسلم نفسي قوض مكانك يا عادم حضراب بالنار حضرابك موسيقى 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 اه ام ركباشي لقيت الهدف جال البحث عنه لم يستدل عليه دوره علي في كل حدة علم وينافس عادة يالله وجود المتهم على بعض أمطار من فيليتك ده أكبر دليل على أنه كان موجود جواها وانتي بتتسطر عليه انا ما عرفش حضرتك بتتكلم عن ايه لا تعرفي ده انا شفته بعنايا دول وتكلمت معايا كمان انا مش مسؤولة عن اي حد موجود برح دول مزرعتي وبعدين انا ما عنديش فكرة الشخص اللي حضرتك بتتكلم عنه ده اللي جابه في منطقتنا ثم انه هو مين أصل اللي بنتكلم عنه ده بقى موجود جنب فيليتك وانتي ما تعرفيش هو مين صحيح الدنيا صغيرة قوي بقولك ايه انا انسي احسن لك تعترفي بدل ما قسما عظما هتخليني ألجأ معاك لطرق انا ما بحبهاش انا قلت لحضرتك انا ما عرفش حضرتك بتتكلم عن ايه ولا عرف الشخص ده ومعتقدش ان فيه قانون يعني يمنعني ازور مزرعتي في اي وقت ماشي 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 انا انسي انا هسيبك تمشي ده بس عشان مفيش دليل ملموس ضدك بس قسمة العظما لو لقيت الدليل ده لا خليك تندمي على انك ما قلت ليش الحقيقة من الاول الحمد لله انا حالتك بجيس ربنا يشفيك يا بنتي وقمك بقى الف السلامة يا رب يا قومها بالسلامة عشان تجيب لنا العار وتفضحنا ربنا ياخدها ربنا ياخدها ويريحنا منها حرم عليك يا عبيد دي برضو بنتينا لا ريتنا ما خلفناها لا ريتنا ما خلفناها ولا شوفنا اليوم ده هاهل ما فيها كان زماننا دلوقتي عايشين بكرامتنا فبيناش ما اضطرين نغطي راسنا في وسط الناس بسبب عملية السودة لولا ان الحقت يا ادم وانا بيهو علشان يلم حكته ويهرب بسرعة كانت بهت مصيبة داليفونك ده يا بابا الحقني على اخر لحظة الحمد لله والسنة كان كله خوفين عم تدرسوا مراتوا يعتارفوا لا 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 تدرس طلع راجل قصيل وجدع انا لما اتكلمت معاه وطريت اقوله الحقيقة وعدني انه مش هيكيب سيرة لحد بس انا خايفة قوي على قدم لا يكونهم مسكوه لا ما اظنش انهم مسكوه لانه ده لو حصل كانت الدنيا كلها عرفت ده مطلوب امني رقم واحد تفتكر يكون راحفين يا بابا ده انا شعب رافني ده حتى ما انتصلش بها يطمني عليه عايزة يتصل بيكي وانت مترعبة يعمل اي حاجة يشوف له اي طريقة يطمني بها بس اتطمن معلش ما تقليش ضروري هيكلمنا ويطمنا عليه قريب يا رب موسيقى انا شله لانا جزك عبدو ده هيشوفها ازاي بس يا لولوس وهو بيصحالي علي المغرب الحمل بقى عليك تافي انا مش عارفة على ايها منين ولا منين من الايام السودة دي قولت اوا ضل رجل ولا ضل حيطة ايه دم ضربت نارة على ناس كتير منهم المكرمين اللي بجد ومنهم اللي مدحك عليهم اللي جرمتهم انهم ريديو يكونوا بنزين لنار ممكن تحرق البلد كلها لكن المرة دي مقدرتش مقدرتش أتربط الصباح يخني ومارداش يدوس على الزنات حسيت ان انا لو موته ابقى بحرم البلد دي من وقت جدع وشع وبريد ويا طارع عندك دليل على برقته في الوقت الحالي لا بس احساسي بيقولي انه بريء وانا مسدق احساسي احساس ايه يا حضرة الزابط لازم يبقى عندك دليل نفي وقاطع كمان يأكد برقته وإلى غير كده تبقى غلطان وظالم كمان غزبا عني يا باب في حاجة جوايا بتوقفني بتخلينا تغطف معايا ما تخليش احساسك يتغلب على وجبك ولو في يوم من الايام حسيت ان ده ممكن يحصل يبقى انا من رأي انك تعتذر عن المهمة دي وده بدل ما تستسلم لإحساس ممكن في الآخر يطلع غلط وفي الحالة دي هتخسر شغلك وهتخسر نفسك ريط持 عليها يا سامي بتعمل اي انا يا ادم أنت فاهم اكل دا يا ادم شباYeah وطاني سامي ايه فاهمي ولا مخلوق يا ساغة يا ادم وما سطح الانا يا ادم أنا متخص للحول وجهل مني يا ادم انكicious مشرف حراف عليك حراف يا الله نولوس أنا هقعد عندك يومين هنا فيش حتة بقت فيها فين أدم أمير؟ أدم؟ بقولك إيه؟ فيلم حقول إنسان ده مش حياكل معايا بقى أنا أدي لك الأمان تعمل معايا كده؟ أعلم معاك يا سيف أرجو شفاهم حاجة لا فاهم بس بتستعبط هتعمل لي فيها عبيط هفهمك الحقيقة واحدة واحدة حقيقة إيه سيف؟ الحقيقة إنك عرفت مني معلومة إن أنا رفعت المرأبة عن نانسي عشان كده بدأت تتحرك بمنتهى السرعة وخدت أدم خبيته بمكان أمين وتاني مرة بصني أنا متكلم تاني مرة حصرتها قلت لها خلي بالك أنت مترابة عشان كده هربت أدم المزرعة قبل مجبس عليه أنت مهصت لي شغلي رد حليا أنت تسطرت على إرهاب يا دكتور يا سيف صدقني لم كنتش عرف على خطهم بعد غير متأخر وبالصدفة ولما عرفت ما بلغتش لي يا محترم لأن خفت عليها يا سيف يا حنين وحسيت إنه بريء ما أنا عارفك طول عملك قدام اللطافة صاحبي وعارفه أنت كده تسطرت تسطرت على الإرهابي يعني القانون هيعاقبك هيعاقبك بتهايلي يا سيف بي إن الجريمة الأكبر إن إحنا أقدم واحد بريء للعدالة ولا إيه رأيك؟ قدم مش بريء ده قتل وسرق قتل دفاع على النفس سرق دي بقى مشكوك فيها يعني إيه بقى ما عليك يا ريت تفاهمني عشان أنا مش عارف شغلي كويس الحجاية فيها شخص ثالث يا سيف بي شخص سارق ولو إنت فعلا عايز توصل للحقيقة لازم تقبض على الرجل ده لأن الرجل ده هو الوحيد اللي في إيد وإنه يحل اللغس ندل طول عمرك ندل تطلع من كتبة وتخش في كتبة دانية إنت اللي مش عايز تشوف الحقيقة يا سيف بي ما عندك عارفها كويس يا أخي كل همك إنك تقفل قضية وخلاص تقفل القضية وتريح دماغك وتترقى كمان في النص وطبعا عشان تقفل القضية لازم تمسك آدم حتى لو كان بريء آدم مش بريء إنت عارفت منين يا سيف بي إنه مش بريء خلاصت التحقيق مش فيه سارق لازم تقبض عليه مش فيه هارد ديسك عليه الجريمة المتصورة لازم تشوفها الأول قبل ما تحكم عليه بالإعدام تعرفت الأدلة دي كلها منين مش مهم منين يا سيف مش مهم منين المهم منها الحقيقة وإنت عارف ده كويس حسجينك يا أمير أنا مش متورط في حاجة يا سيف بيه حسجينك من غير حاجة والبلد فيها قانون طوارق كل حاجة في إيدي قانون الطوارق ده تخلهولك أنا مواطن أمريكي يعني اللي انت بتقوله ده ما يمشيش علي تبتتحداني أنا بفوقك يا سيف بفوقك لأنك ساعات زكائك بيخونك وبتقع منك حاجات في المتهى الأهمية ولو عايز مني النصيحة اقبض على السارق يا سيف اقبض عليها عشان توصل بالحقيقة اللي انت بتقول اللي انت عايز توصلها مش انت مواطن أمريكي وحيات أمي منعتك برضو يا سامي يا بنتي مصرة تشتغلي مع البيت اللي اسمها لولوس دي والنبي ياما الشغل مع لولوس ده رحمني من اللف والبهدلة طول النهار وبعدين لو ما كانتش اشتغلت معها كنا حنا عارف منين اني قدم هناك أصلا يعيني عليك يا قدم يا ابني مطلق التنفوس اللي يسوى اللي ما يسواش استرها عليه يا رب عارفة ياما لو لولوس دي مش جدعة ما كانش قدم عمره رح لها أموما بلغيه روح يستخبع عند خاله عامر ده أمن مكان ممكن يستخبع فيه دلوقتي وربنا يسترها عليه يا بنتي وأنا مفاهمة عامر على كل حاجة عشان يقابله هناك حاضر يا امه أنا هبلغه ووديله العنوان يا رب قادر يا كريم تسترها عليه وعلينا يا رب أيوة أيوة بركول يا جماعة أنا انجحت أنا بقيت حاصلة على لصم صحوق أوه ببروك عمر زو ببروك أبانا الذي في السموات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا وعطنا اليوم واغفر لنا زنوبنا كما نغفر نحن للمزنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير لك الملك والقوى والمكتب إلى الأبد آمين أنا محتاج لك ياه يا رب مش عارف أبدأ معك الكلام منين ولا إزاي مش عارف أطلب منك إيه ولا إيه أنت شفت اللي حصل وشفت قد إيه ياه دا مظلوم وشفت قد إيه هو إنسان كويس ما هو لو ما كانش كويس ما كانش دافع على الوحدة لاي من دينه ولاي من أهله الفكرة أن المشكلة بقت كبيرة قوي بقت أصعب من أن أي إنسان عادي يقدر يحلها أنت الوحيد اللي بيدك الحل يا رب أكيد زي ما كان لك حجمة في اللي حصل عندك الحل أنا أكتر حاجة واجعيني إنه هو ما بيحملنيش الزمن رغم أن أنا السبب إنه حياته ومستقبله كله تدمر وأنا مش عارف أعمله إيه مش بإيه دي حاج عاملها يا رب عشان خطري يجعلني وسيلة تخرجوا بيها من المحنة اللي هو فيها زي ما جعلته هو هو وسيلة تحميني بيها من الشر اللي كنت فيه عشان خطري يا رب عشان خطري ابن بني شغيرة يا رب لا يا سهام أنا مش راح لعيادة النهاردة وبصي مفيش داعي نتقبل اليومين دول بصي حقول لك باختصار شديد أنا علاقتي بسفة وتوترة شوية اليومين دول وطبعا لو عارف أن أنت بتجيل لعيادة هيعمل لك مشكلة كبيرة أهم حاجة بس يا سهام لازم تقومي رغبتك في شرب الحشيش زي ما اتفقنا لو جات لك الفكرة إشغلي نفسك بأي حاجة خلي بالك من نفسك مع صلاة خش يا بنتي ألف حمد الله على سلامتك خش يا هان ده مهما انكان بيتك ومطرحك زي حضرتك يا بابا ما عالي شيء ما عالي شيء بابا ما عالي برا وقفلك بابا وراكي إنسانك ما يخاطبش إنسانك غد ما موت بعد الشر عليك يا بابا شر ما في شر بعد إن انت عطتيني فيه أنا ده أنا بتمنى الموت ما تقولش كده ما تقولش كده ما تقولش كده رأسي ما تغيش غير منك إنتي رأسك هتبذل دايما مرفوعة وعمري وسطك ما يتقض أنا جتبت عليك يا بابا أنا وأدم مغلطناش زي ما قولتلك تبني تكلمي بجد أنا؟ والله العظيم هي دي الحقيقة والله العظيم أنا بس اضطريت أقولك كده لما لقيتك مصر تجوزني للديسي وما لقيتش حل تاني يعني آدم ما تحكش عليكي أنا هو هتكوني بتقوليلي الكلام ده عشان تهوني علي يا بابا آدم بيخاف ربنا ومش معنى إن إحنا بنحب بعض يبقى هنعمل كده إلا في الحلال وده اللي إحنا طالبينه منكم مش أكتر طيب أنا أتأكد إزاي من كلام اللي إنتي بتقوليه ده لو ما كنتش مصدقني يا بابا ممكن أروح للدكتورة تكشف عليك خلص بقى سامي مفزعليش مني يا مجنون أنت عارفة إن أنا عملت كده عشان بخاف عليك طب يا رب أموت لأفضلت إزعلاني بعد الشر عليك بس يبقى خيف في إيدك بعد كده والله يا أخوي أنا ما هاجي المكان ده تايد بس أنا جيت النهاردة علشان أمك قدتلي إنك تروح لخلك في المزرعة ودي الورقة دي فيها العنوان مزرعة؟ خلي بيعمل إيه في المزرعة؟ بيشتغل خلي بيشتغل في المزرعة؟ ربنا يكرمك ويكرمك أنت كمان يا حبيبي خلي بلك من نفسك شكرا 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 موسيقى أمير؟ يا ترى سهب بتخليني فعلا ولا أنا اللي بقيت شكك في كل الناس؟ ما أنا مش فهم إيه حجتك في المرواح لأمير كل شوية؟ الحكاية دي مش دخل عليها شام مريحة مش كوية سهب بس أنا بقى أكيد حاسبتكم متلبسين في يوم الأيام ده إزاي سكت عليها كده؟ ما تقوم تقودها من شعرها وترميها كده من البلاكولها وتقلص يا إحدى أسيف أعقل اتأكد الأول واثبوتهم متلبسين وبعدين أبقى أعمل اللي أنت عايزه يبقى ما نكمل هاتك ما ده شرفك وأي فضيحة كده ولا كده هاتبقى مش كويس على شهرك انت خافتوا أجيها ولا إيه؟ ولا خافها لنفسك لا تتأكد خص أقول أنت أسيف مرضك ممكن تعمل فيك كده لازم أعرف إيه اللي بينها وبين أمير لازم يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي هنا يا أخي وحشتني وحشتني أدب وحشتني اندورت المزرعة أخبارك إيه؟ يا حبيب قمن عليك انت عبان أخير ما عليش يا ناسف أنا جاءتتقل عليك شوية وعد عندك أبن ثلاثة ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا ما صدقت انت جيت هنا انا خيالك يا ابني لازم استحملك العمر كله والخيل والد وعشان كده مش عايز اورطك معي مش عايز اجيبلك المشاكل تورطني؟ انت بتقول ايه يا ادم؟ ده انت لساعة تاني يا ابني انت اللي خليتنا اقول حقيقة انت اللي خليتنا اشهد شهادة حق في المحكمة عشان كده ربنا كرامي وانا لو فضلت اخديمك العمر كله مش خوفيه لك اللي انت عملته معي ده ربنا خليك لي يا اخي صبحة هقدم لك صبحة نص التاني اجمل مخلوق على وش الارض انشاء الله هتبقى امراتي عشان كده هبعت لمك اخياتك علشان نتقدم لها وتبقى امراتي ان شاء الله ان شاء الله ربنا بارك لك يا حبيب الله يخليك يا حبيبي ادم ابنوختي اخويا الصغير اهلا وسهلا اهلا بك يا صبح ان شاء الله ربنا يتمن بخير ان شاء الله ان شاء الله طب و اه نسيت حبك لمونيكا اه اه مونيكا اه من مونيكا دي يا ياسي عامر اللي بيقول عليها يعني انت بتحبها لا ده 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 واحد صاحبي كان عايز منينا فلوسه الحمد الله ربنا نصدي دينا اهه اه 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 خلينا اي حاجة نقولها يلا 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 ما بعرفش تضحك لما شوفك والله العظيم مهم حبيبي طمن عليك ايه اللي انا بسمعه دوتك و ايه اللي حصل طمن خيالك حبيبك انا تعبانة و اخيالك مش عارف احكي لك ايه ولا ابدأ منين ولا منين احكي كل حاجة انا حاس ان انا بقيت عايش في فيلم هندي فاكر اليوم اللي انا راح توصل فيه طلب و كنت المفروض اقرا فاتحة هنا ايوه من فضلك انا كنت عايزة اكس عند حضرتك لا ما نعرف انا عندك كل التخصصات للدكاترة ما عرفش تخصص ايه انا بصراحة تعبانة كده بقى لي فترة دايخة و مش قادر اخد نفسي بنهج مش عارفة اه اه طب اوكي كده معا تمام اوكي شكرا طاهر و عالية كريم عرفنا عليهم قلت اجيبهم يمكن يقدروا يساعدوك على فكرة الانسة عالية صحفية وزميلة ادم ومؤمنة جدا بقضيته ازايك يا طاهر ازايك يا كريم عامل ايه؟ ازايك يا حال اتفضل اتفضل مرسي نانسي احنا اتقابلنا قبل كده في اول مرة ما كنا بيستجوبك لنك يمكن مش فاكرة معلش انا اصل اليوم ده ما كنت شايفها قدامي احنا جايين الياردة نطمن على ادم في اي اخبار عنه وحاول يكلمكم لا ده نجالي امال اول ما شفتوكو دلوقتي ان انتو تكونوا جايين تقولولي حاج عنه ما حاولش يتصل بيكم ولا حاول يتصل بينا ده معنى ان ادم في خطر ومش عارف يوصلينهم يكونوا قبضوا عليه ومخبيين مش رادين يقولوا لا يمكن لا يمكن دي قضية رأي عام ولو كانوا قبضوا عليه كان كل المحطات الفضائية هتزيع الخبر وكنا اكيد هنعرف طيب بعدين يا جماعة احنا هنبضل عاديين ساكتين كده انا بجدد في ليت هقلق لا تطمن يا ابني طالما ما سمعناش اي خبر بالقبض عليه بقى اكيد في امان ولما هو في امان ما اتصلش بينا ليه يعني تلاقي ظروفه مش مسامحة واول ما حجيله فرصة اكيد حيتكلم عموما ما قدامناش دلوقتي غير الانتظار وعدم اصارة الاتمام لان اكيد احنا كلنا مترقبين خير يا دكتور اتطمين يا مادام دي حاجة بسيطة خالص حاجة بسيطة ازاي بس انا تعبانة اوي بحسي بدوخة جمدة من فضلك اكتبي دوا كويس عشان انا مش مظبوطة خالص لا من النهاردة مفيش اي ادوية خالص انا هكتبلك على بعض الفيتامينات ولازم ترتاحي خالص وما تشيليش اي حاجة تقيلة وخصوصا في الثلاث شهور الاولانين ثلاث شهور الاولانين قصدك يعني مبروك يا مادام سهام انتي حامل حامل طب ازاي؟ ايه يعني ايه ازاي؟ يعني اتبطنك بيبي يا مادام سهام ايه يا دكتور بس انا جوزي عقيم ما بيخلفش هو بياخد اي علاج؟ اه بياخد ادوية كتير قوية بس للأسف مفيش نتيجة اول مرات دي جاب نتيجة والحمد لله انت بتتكلم بجد يا دكتور صدقيني يا مادام سهامل وفي خلال شهور هيكون عندكم بيبي ان شاء الله اه التحريق والصنار اكد جدا يارم انتش بصدق يا دكتور ايه اه لا! استرنا! اه لا! اه لا! اه لا! اه...你说 dislike!